بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء السادس من الشابتر الخامس بعنوان Application 3 هنواصل مع المثال اللي شوفناه في الجزء الخامس و هنرسم هنا المنظور اللي هو Lyzometric هنا عندنا كمعطى Lelevation وعندنا كمعطى Right Side View و جبنا في الجزء الماضي جبنا البلان ولكن هنا هنحاول نرسم المنظور اللي هو Lyzometric Lyzometric هيكون داخل متوازي مستطيلات في اتجاه الـ X عندنا 38 دائما عندنا ده اتجاه الـ X وده اتجاه الـ Y وده اتجاه Z هنا Lelevation بتاعنا هيكون فين؟ هيكون في السطح X Z يعني هيكون عندنا في اتجاه الـ X بتاعنا هيكون عندنا في اتجاه الـ X 38 هذه الثمانية وثلاثين في اتجاه الزد في اتجاه الزد هيكون عندنا كم؟ هيكون عندنا ثمانية وخمسين في اتجاه الـ Y هيكون عندنا ثلاثين اللي هي عرض Right Side View نعيد هنا ملاحظة مهمة جدا أنه Lelevation بتاعنا Lelevation هيكون فين؟ هيكون في السطح X Z وده معلومة مهمة جدا Right Side View أكيد هيكون في السطح Y Y Z هذا السطح بتاعنا عشان نرسم المنظور قلنا محتاجين نحدد نقطة البداية هذه نقطة البداية بتاعنا عايزين نعرف المسافة اللي من تحت الورقة بتاعنا عايزين نحدد المسافة هذه كم والمسافة هذه عشان نحدد المسافات دي هنبدأ الأول نجمع المسافة اللي فوق دي المسافة الصغيرة دي اللي هي 05 ضرب 30 05 بتمثل ساين 30 ضرب 30 هتعطينا 15 هنضيف للمسافة دي 15 هنضيف لها 58 اللي هذا هو الطول الخط ده هنضيف لل58 كمان المسافة اللي تحت اللي هنا اللي هي ساين 30 ضرب 38 بتعطينا 19 عشان نوجد الارتفاع بتاع متوازن مستطيلات بتاعنا اللي هنرسم داخله اللي زومترك هنجمع ايه هنجمع الخمستاشر هنجمع الخمستاشر زايد ايه زايد 58 خمستاشر زايد 58 زايد تسعتاشر خمستاشر ثمانية وخمسين تسعتاشر هيعطينا كم 92 قلنا ارتفاع الورقة بتاعنا هنعيدها آآ ثاني اللي هو 247 هنشيل من 247 هنشيل منها 92 هنتحصل على ايه على 155 150 هنقسمها على 2 هتعطينا كم هتعطينا 77 يعني ايه يعني المكان الفاضي تحت ده هو يساوي كم يساوي 77 يعني الان حددنا مكانه نقطة البداية من تحت هنرتفع من تحت 77 باجي ايه باجي المسافة من اليمين نفس الشيء هنحسب عرض متوازن مستطيلات بتاعنا هذه المسافة تساوي 0866 ضارب 30 اللي هو كوزاين 30 ضارب 30 بيعطينا 26 هنضيف لل26 المسافة دي اللي هي تساوي 33 ازاي وجدنا 33 كوزاين 30 ضارب ايه ضارب 38 38 بتمثل ايه بتمثل طول الضلع ده نجمع 26 زايد 33 26 زايد 33 بنتحصل على 59 عرض الورقة بتاعنا عرض الورقة هو 200 نشيل منها 59 نتحصل على 141 نقسم 141 على 2 بتعطينا ايه بتعطينا 70 يعني ايه يعني المكان الفاضي هنا من اليمين ده بيمثل 70 عشان نصل للمركز لازم نضيف ايه لازم نضيف 33 يعني 70 زايد 33 هنتحصل على 103 الآن وجدنا ايه وجدنا مكان نقطة البداية اللي هنبدأ منها رسم ايه المنظور بتاعنا خلينا الآن نبدأ رسم المنظور ونحدد نقطة البداية نرسم نقطة البداية قولنا هنطلع من تحت 77 ونيجي من اليمين 103 ودي نقطة البداية بتاعنا الآن ممكن نبدأ نرسم المنظور بتاعنا هنروح في اتجاه الـ X هذه قلنا دائما الـ X بتاعنا هذا الـ Y وهذا A وهذا Z هنروح في اتجاه الـ X مسافة كم هو هذا الخط بتاعنا عندنا المسافة كلها 38 الدايرة بتاع الـ R بتاعها 11 يعني القطر بتاعي 22 نشيل 22 من 38 نتحصل على 16 يعني المسافة هذه زايد المسافة هذه 16 يعني كل خط ده طوله كم طوله 8 يعني هنروح في الاتجاه هذا 8 ملي متر بعدها نترك فراغ اللي هو ايه الفراغ ده كم طوله هو طول القطر بتاع الدايرة بتاعي اللي هو 11 ضرب 22 يعني المسافة هذه من النقطة هذه للنقطة هذه 22 ملي متر وبعدها هنرسم نفس الطول هذا اللي هو 8 نفس طول الخط ده اللي هو بيمثل الخط اللي هنا بعدها هنروح في اتجاه الـ Y هنروح في اتجاه الـ Y كده مسافة هذا الخط ده الخط ده طوله كم طوله 30 ناقص 20 اللي هي بتعطينا كم بتعطينا 10 يعني هنروح في اتجاه الـ Y هنروح في اتجاه الـ Y مسافة كم مسافة 10 وبعدها ارسم خط خفيف من النقطة هذه للنقطة هذه طوله كم طوله 30 اللي هو عرض ايه عرض الـ Right Side View بعد ما رسمت الخط ده الخفيف هرسم خط خفيف ثاني عمودي اللي هو طوله كم طوله 58 اللي هو ارتفاع الـ Elevation بتاعنا بعدها هنروح في اتجاه الـ Y من النقطة دي في اتجاه الـ Y هنروح مسافة كم هنروح مسافة 38 اللي هو ايه اللي هو عرض الـ Elevation بتاعنا رحت مسافة 38 وبعدها هاجي في الوسط هنا يعني 19 هروح يمين هروح شمال مسافة 9 ليه يعني طول الخط هذا هو يساوي 18 بيمثل ايه بيمثل الخط ده بعد ما رسمت الخط بتاعي ده هعمل ايه هنزل خط خفيف من النقطة هذه للنقطة هذه ليه هنزل خط خفيف هنا واهم خط في الرسمة بتاعنا هو الخط المائل ده بيظهر هنا خط عمودي في الـ Right Side View ولكن هنا في الـ Elevation هو خط مائل عايزين نرسمه الآن عملنا ايه وصلنا النقطة دي بالنقطة دي وبعدها بخط خفيف كمان دي تعتبر خطوط الرسمة هنطلع من هنا مسافة كم هنطلع مسافة 18 بعد ما طلعنا مسافة 18 هروح في اتجاه الـ X كده في اتجاه الـ X مسافة كم مسافة 38 اللي هي ايه اللي هي عرض للـ Elevation بتاعي بعد ما رحت مسافة 38 تحصلت على ايه تحصلت على نقطة التقاطع هنا والخطوة التانية بسيطة جدا هوصل النقطة دي بالنقطة دي عشان اتحصل على الخط المائل اللي هو بيمثل الخط ده هذا الخط المائل بتاعي في الـ Right Side View هو خط ايه خط عمود وده يعتبر اهم خط في من منظور بتاعنا بعدها هروح في اتجاه الـ Y كده في اتجاه الـ Y مسافة كم هذا طول الخط اللي أنا رسمته اللي هي كم اللي هي عش 20 بعدها اوصل بكل بساطة النقطة هذه بالنقطة هذه الخطوة الموالية هارتفع من هنا مسافة كم اللي هنا مسافة 28 بعدما ارتفعت مسافة 28 هروح في اتجاه الـ X هذه الـ X بتاعي مسافة كم مسافة 38 اللي هي ايه اللي هي عرض لـ Elevation بتاعي بعدما رحت مسافة 38 اجي من نقطة هذي وارسم خط موازي للخط ده خط بيبدأ من نقطة دي ويكون موازي للخط ده وبعدها اجي في الوسط هنا يعني ايه في الوسط قلنا القطر بتاع الدايرة بتاعي هو 22 يعني هذي 11 وهذي 11 وارسم خط هنا خفيف عمودي عشان احدد الوسط هنا الخط بتاعي وبعدها بكل بساطة اوصل للنقطة هذي بالنقطة هذي عشان نرسم ايه عشان نرسم هذا الجزء بتاع الخط بتاعي ومن ناحية اليمين كمان هنرسم نفس الحاجة وبعدها بتوسيط بسيط من النقطة هذي للنقطة هذي الخط هذا المائل هذا الخط المائل المفروض بيمثل ايه بيمثل الخط هذا المائل من هنا لهنا والخط المائل ده بيمثل ايه بيمثل الخط المائل ده في الرايت سايد فيو الخط المائل هذا والخط المائل هذا المفروض حيكون خطوط ايه خطوط عمودية اللي هو الخط ده العمودي منتاز كده هروح من النقطة هذي في اتجاه الواي مسافة كم هروح مسافة عشرين ليه عشرين لأن كل المسافة دي ثلاثين اشيل منها عشرة تبقى ايه تبقى عشرين يعني الخط هذا اللي رسمناه هو الخط هذا بعدها بكل بساطة هعمل نفس الخط ولكن هبدأ من النقطة دي يعني طول الخط هذا عشرين اجي من النقطة هذي واروح كده في اتجاه الواي مسافة كم مسافة عشر هذا الخط اللي رسمناه هنا هذا الخط اللي رسمناه هنا اللي هو طوله كم طوله عشر هعمل نفس الحاجة من ناحية التانية خط طوله عشر في اتجاه الواي بعدها اوصل النقطتين ببعض وكمان اوصل النقطة هذي بالنقطة هذي الرسمة اصبحت الان سهلة واوصل النقطة هذي بالنقطة هذي وبعدها ابتعد مسافة من هنا اجي اخذ الوسط هنا وابتعد مسافة ثمانية ملي متر جبتها منين الثمانية ملي متر دي جبتها من هنا هذه المسافة بتاعي 8 ملي متر وأرسم خط كده طوله 8 ملي متر الثمانية دي جبتها من اين جبتها من هنا اللي هي السمك العصب بتاعي هذا العصب بتاعي السمك بتاعه 8 ملي متر بعدها أرجع وراء هنا مسافة كم عايزين نحسب المسافة دي عندي المسافة دي كلها 30 هذه 30 بتاعي هذه 8 تبقى كم تبقى 22 وهذه كم هذه 10 تبقى كم تبقى 12 يعني المسافة هذه هذه المسافة تساوي 12 ملي متر يعني هروح كده مسافة كم من هنا الهين مسافة 12 ملي متر بعدها هوصل النقطة هذه بهذه وهذه حاجة بسيطة ارتفع في وج مسافة كم عموديا هرتفع مسافة 22 اللي هو ارتفاع العصب بتاعي 22 بعدها هروح في اتجاه الاكس هذا اتجاه الاكس بتاعي هروح مسافة كم مسافة 80 بعدها اوصل النقطة هذه بالنقطة هذه وبعدها اوصل النقطة هذه بالنقطة هذه وكده قربنا نخلص رسم العصب بتاعنا وبعدها اوصل بس النقطة هذه ما ننساها كده في اتجاه ايه في اتجاه الاكس هذا اتجاه الاكس بتاعنا باقي ايه في الرسمة باقي الدائرة او نصف الدائرة نصف الدائرة ده هنرسمه في شكل ايه في شكل اليبس قلنا كل دائرة في المساقط تصبح ايه تصبح اليبس يعني تصبح بيضاوي في المنظور بتاعنا عشان نرسم البيضاوي بتاعنا محتاجين نحدد المحاور ده المحور الاول بتاعنا ده المحور الاول اللي هو في اتجاه الاكس وده المحور الثاني اللي هو في اتجاه الزد يعني هنا البيضاوي بتاعي هيكون في اي سطح هيكون في السطح اكس زد يعني اي خط موازي هرسمه بالنسبة للبيضاوي هيكون في السطح XZ يأما موازي للX يأما موازي لAZ بعدما رسمنا المحاور ده المحور الأول وده المحور الثاني هنرسم الخطوط الموازية عشان نحدد المراكز هنبتعد من هنا مسافة 11 ونرسم خط عمودي موازي للZ وده كمان خط عمودي على مسافة 11 هنرتفع من هنا مسافة 11 ملي متر وهننزل تحت مسافة 11 ملي متر وهنرسم خطوط موازية لA موازية للX بعدما رسمنا الخطوط الموازية هنحاول الآن نرسم البيضاوي بتاعنا ولكن عشان نرسم البيضاوي أو الجزء من البيضاوي محتاجين المركزين ده مركز الأول رقم واحد وده المركز الثاني وبعدها هنجيب الفرجار بكل بساطة هنركز هنا في المركز الأول ده هنفتح الفرجار للنقطة هذي ونوصلها بإيه بالنقطة دي ده أول جزء بتاع إيه بتاع الإليبس بعدها هنركز هنا ويفتح الفرجار للنقطة هذي ووصلها بإيه بالنقطة هذي وكده نتحصل على إيه على الجزء الثاني بتاع الإليبس باقي عندنا خط واحد هنا اللي بيمثل الإستوانة بتاعي اللي هو موازي لإيه الخط ده موازي لـ ما ننسى ده خط مهم بيعطينا الشكل الحقيقي للمجسم بتاعنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر